السلام عليكم ازايكم يا ابتالي اعملي ايا رب دايما تكونوا بخير النهاردة معانا بقى الموبايل الجديد من شركة شاومي تم اطلاق الريدمي 9i في الخارج وده الوبجريت بتاعي الريدمي 8i لو فاكيرينين الريدمي 8i كان تقريبا ده ارخص الموبايل من شاومي كان تحت الالفين جنيه في حدود الف واتمنمية جنيه فده بقى الوبجريت بتاعه الجديد اللي هو الريدمي 9i هنشوف الريدمي 9i بيقدم الينا اي عشان تبقى انت جاهزن الموبايل كده وقت النزول فهنعرف في الفيديو ده الريدم ناين ايه بيقدم لينا ايه وهيجي في حدوب كام وكل الكلام ده هنعرفه في الفيديو ده عشان اول ما ينزل الموبايل تبقى انت عارف الموبايل ده بيقدم ليك ايه وهتشتريه ولا لا وطبعا ما تنساش تعمل الاشتراك وتفعل الجرس اكيد عشان قبل نزول الموبايل مصر طبعا بقول لكم عالكم بعمل بوست وقال لكم يا جماعة الموبايل هينزل يوم كزا فتأكد ان انت مفعل الجرس وطبعا عشان يوصل لك كل جديد ووصل لك كل الاشعارات الجديدة دي وما تنساش تعمل لايك للفيديو يلا بينا نشوف الريدمي ناين ايه الوافد الجديد من شاومي وتقريبا ده ارخص موبايل من شاومي حاليا وسريعني ابطال كده خلينا نخش على الريدمي ناين ايه هنخش على اول حاجة طبعا الدزاين او شكل الموبايل الخارجي لو جينا لشكل الموبايل هتلاقي شكل الموبايل الدزاين بتاعه بسيط جدا لكن شكله جميل جدا وسيمبل وروش يعني شكله حلو برضو مفيش فيه شغل كتير لكن ما زال شكله كويس الموبايل بالكامل مصنع منها البلاستيك او البولي كاربونايل وكمان حجم الموبايل حلو لانه هنيجي لشاشة الموبايل شاشة الموبايل جاية هنا اي بي اس ال سي دي وطبعا الشاشة هنا بحجم الستة فاصلة تلاتة وخمسين انش حجمها كويس جدا مش صغير ولا كبير اوفر ده الحجم المقبول صراحة في الموبايلات وكمان الشاشة هنا بكسرت بيكسلات متين تسعة وستين بيكسل لكل انش يعني مش حجم البيكسلات مش كبير قوي لكن ما زال تحت سطوع الشمس هيكون كويس مش افضل حاجة لانه طبعا دي فيها سعرها قليلة لكن ما زال كويس وكمان هنا الشاشة جاية وده كله عادي بنعديه واللي هي هتكون سبعمائة وعشرين لو انت بتفرج على فيديوهات من اليوتيوب هيبقى اخرك سبعمائة وعشرين مش هتوصل لالف وتمانين وبما اننا طبعا شفنا شكل الموبايل فمش هتلاقي موجود الفينجر برينت او بصمة الخلفية اللي جاية في الموبايل لكن موجود الفيس ان لوك ومش عارف صراحة هنفضل حد امتى بدون بصمة خلفية في الفئة دي كان ايه نفس الكلام برضو مش موجود البصمة الخلفية وكذلك اهو ايه نفس الكلام مفيش فيه بصمة خلفية لكن موجود طبعا الفيس ان لوك بقى والحركات اللي انتو بتعملها التانية النقش او الكلام ده كله هتلاقي موجود أكيد لكن أتمنى طبعا أن في السلسل اللي جاء بعد كده يهتموا شوية بالبصمة الخلفية لأن في ناس كتير بتبقى عايزة البصمة دي في الفئة السعرية القليلة دي والريدمي 9A جاي برام 2 جيجا مع مساحة داخلية 32 جيجا ما اختلفش كتير عن الريدمي 8A كان نفس الكلام وتقريبا هو برضو نفس الشاشة والدزاين مقارب منه فما فيش فروقات كبيرة أو ما بين الاتنين حتى الآن والموبايل هنا بيدعم تزويده بكارت موموري خارجي يعني تقدر تزويد كارت موموري بجانب السيم كارد أو الخطين يعني مش هستغنى على الخطين عشان تزويد كارت موموري والمفروض ده أنه هو بيبقى العادي لكن في موبايلات كتير بقت تستغنى على حتة الإضافة الكارت الموموري فدي بقينا نقولها أنها كويسة لما بنلاقيها في موبايل أما بقى لو جينا البروسر أو الأداء الموبايل المعالج جاي هنا إيه؟ جاي معالج جديد من شركة ميديا تيك هليو جي 25 خلاص دلوقتي شاومي بقت كل معالجاتها تقريبا وريلمي كمان كل معالجاتها من سلسلة جي من ميديا تيك الجي 25 جي 35 جي 70 جي 80 جي 85 وطبعا الجي 80 والجي 85 والسبعين دول اللي شفناهم تلفاءات من فوق الألفين إلى الثلاث تلاف جنيه لكن دلوقتي تحت الألفين أو في الألفين هتلاقي بقى الجي 25 والجي 35 ودول المعالجات جديدة هنشوفهم في مبيلوك كتير جاية الفترة الجاية والمعالج اللي في الموبايل ده هليو جي 25 معالج بتقنية 12 نانوميتر بيبقى مستهلك شوية في البطارية وتقريبا كل معالجات الفئة دي بتبقى جاية نفس التقنية دي وللناس اللي بتحب تفاصيل أو المعالجات فالمعالج ده سوماني النواة إن أنواع بتاعته جاية من نوع كورتكس A53 ودي أنواع قديمة شوية وجاية هنا بتردد 2 جيجا هيرتس فالتردد هنا مقبول مش أعلى حاجة ولا أقل حاجة يعني قوة المعالج هتكون كويسة في الموبايل ده ومقبولة هي مش الأعلى حاجة ولا الأقل حاجة فهنا الموبايل هيكون أداءه كويس برضو وبرضو للناس اللي بتحب تربط المعالجات بمعالجات السناب دراجون تقارنها ببعضها كده فالمعالج اللي هنا ده يتفوق على السناب دراجون 439 اللي كان موجود في الريدمي 8A يتفوق عليه بفرق بسيط فهتكون تجربة الأداء هنا أفضل بفرق بسيط عن الريدمي 8A أما بقى لو جينا الكاميرات فما فيش كاميرات كتير في الموبايل هي كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وموجود معاها طبعا الفلاش الكاميرا هنا بتدعم الـ HDR والبانوراما وبتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 فده شيء كويس وتجربة الكاميرا يعتبر إلى حد ما كويسة وهتكون أفضل بفرق بسيط عن الريدمي 8A اللي كان موجود فيه كاميرا 12 ميجا بيكسل أما لو جينا الكاميرا السيلفي فهي كاميرا برضو وحيدة بدقة 5 ميجا بيكسل وهنا أقل من اللي موجودة في الريدمي 8A ريدمي 8A كالكاميرا 8 ميجا بيكسل هنا الريدمي 9A كاميرا 5 ميجا بيكسل الكاميرا هنا بتدعم الـ HDR وبصار فيديوهات بدقة 1080 تجربة الكاميرات بشكل عامة تكون كويسة معك أو بالنهار أما بالليل مش هتتديك أفضل حاجة أو في الأماكن المقفولة وتحديدا الكاميرا السيلفي مش هتبقى أفضل حاجة عشان لو أنت عايز تصور بالموبايل فحاول يعني يبقى فيه إضاءة كافية وتحديدا طبعا بالنهار أو في الخارج هتكون كويسة جدا معك أما لو جينا البطارية فالبطارية هنا ممتازة جدا في الريدمي 9A بقوة 5000 ميلي أمبير وطبعا جاي بمنفذ الشاحن منفذ الشاحن Type-C مش USB عادي يعني هتبقى الشواحن الجديدة فمنفذ الشواحن الجديدة اللي هي اسمها Type-C مش الشواحن الأديمة عشان تبقى أنت عامل حسابك في النقطة دي وطبعا الشواحن دي أكيد أفضل من الشواحن الأديمة وتجربتها بتبقى أفضل أكيد سواء في سرعة الشاحن أو لو أنت بتحط الشاحن بتحط من أي ناحية مش لازم تزبط الناحية معينة فده بيكون كويس جدا معاك لكن طبعا هنا ما بيدعمش الشاحن السريع بيشحم بقوة 10 وط شحن عادي جدا وده كل شيء مقبول في الفئة السعرية الأوليلة اللي جاي فيها الموبايل الموبايل هنا جاي لنا بتلت ألوان وهو اللون البلاك واللون البلو واللون الجرين وكمان من الحاجات الكويسة اللي نزل في الموبايل هنا اللي هو جاي بأندوري تنع مباشرة فده شيء كويس جدا وكمان بقى جايبه الواجهة الجديدة من شاومي وهي الميو آي تويلف الميو آي اتناشر مش الميو آي إليفن أو حداشر اللي كانت موجودة حاليا لسه حتى كله موبايلات شاومي حاليا في الفترة الحالية اللي احنا فيها منزلش لها الواجهة الجديدة فالموبايل بسعر بسيط جاي بواجهة جديدة بتحديثات كتير بحاجات حلوة كتير في الواجهة فده شيء كويس جدا في الريدمي 9A اما بقى لو جينا بسعر الموبايل فالموبايل ده تم اطلاقه في الخارج بسعر بسيط جدا بسعر 85 دولار 85 دولار يعني يعملولهم بالمصري في حدود 1300 جنيه او 1400 جنيه فده سعر ممتاز جدا لكن ما تأملش كتير طبعا الاسعار بجينا هنا في مصر اعلى شوية ويعني المفروض لو ده الابجريد او التطور العادي كان الريدمي 8A نازل بسعر 1700 جنيه تقريبا او 1800 جنيه فتقريبا هينزل في نفس الفئة السعرية دي فبرضو ما زال برضو كويس في الموبايل ده اما بقى لو جينا لخلص الموبايل هنا فهتاخد هنا يعني تصميم بسيط كده وحلو وسيمبل وكويس جدا هتاخد بطارية ممتازة جدا هتاخد اندوري 10 مع وجهة شاوم الجديدة هتاخد كاميرا خلفية الى حد ما مقبولة اما الكاميرا الامامية فيعني يعني مش مقبولة قوي او هي دي عموما الكاميرات اللي بتبقى مقبولة في الفئة السعرية البسيطة دي هتتكون انت عارف كل الكلام ده ويتاخد طبعا شاشة كبيرة وحلوة جدا في الموبايل ده وحجم الموبايل كويس حجمه مستغر اوفر ولا كبير برضو اوفر فهدي كلها حاجات حلوة وبرضو بعض المساوي البسيطة في الريدمي 9A ايه رأيكم في الموبايل قولوا لي كل الكلام ده في الكومنتات ومنساش تعمل لايك وتعمل شير عشان كل يعرف الموبايل وطبعا تفعل الجرس عشان تقدر تتابع كل جديد وطبعا اول ما الموبايل بينزل مصر او قبل ما ينزل بقولكم يا جماعة على الكميونيتي الموبايل نازل مصر ودي موصفات الموبايل ودي الكلام اللي احنا اتكلمناه على الموبايل فاشوفوه ورجعوه وشوفوا الموبايل انتوا سهل لو انت تجبوه ولا لا مشتنى منكم كل الكلام ده في الكومنتات لو في جاي اي صفصار اصيبه واشوفكم في فيديو الجاعة على خير في رعاية الله